خلاص انتخابات خلاص خلصت ومبارع تم الاعلان وعندنا مجلس وعندنا احزاب بالمناسبة المجلس الجاي اقول هلكوا كده على الهوى وهتشوفوها عمليا على الارض عندك هيكون معارضة في البرلمان القادم جايز ماكوش اتقرارك من التمانينات جايز جايز يعني ربما برلمان 87 وحتى برلمان 2005 اللي كان في الاخوان ما كانوش يعني بالحدة لا هو البرلمانات اللي كانت قبل كده 87 اللي هو كان في حزب العمل التحالف والاخوان مع حزب العمل بس كانوا داخلين من خلال حزب العمل وعندك احزاب تانية وكان بقى ايه حاجات اللي هي بيحصل ايه داخل برلمان فاكرين لما كان اللواء زاكي بدر وزير داخلية الله يرحمه في ذلك الوقت والحاجات هيبقى عندك كده والوافد كمان فكان عندك احزاب معارضة قوية جدا في برلمان 87 جدا ويمكن 90 ولكن 87 كان برلمان عندك معارضة رهيبة وحاجات كتيرة جدا البرلمان اللي جاي ده اللي هو من 10 يناير اللي جاي هتلاقوا في معارضة كتيرة حزب الاغلبية واخد نسبة كام 53% كام 53% طب ما دون اللي كده 47 دول ايه ما هو خلاص اغلبية عندك 53% طب والعالم بيبقى كده يعني لما برلمانات العالم بتبقى كده اللي هو مش مع الاغلبية هيبقى معارضة يعني عندي 47% معارضة ايوانا بقول لك الرقم اه وبقول لك كمان الرقم وجايب لك كمان التمثيل اللي موجود في البرلمان ايه كام عندي 315 مستقبل وطن ده مين مستقبل وطن حضرتك ده حزب الاغلبية خلاص ادي الاغلبية قدامك 315 ما دون ذلك مش مع مستقبل وطن يعني عندك مستقلين تلاتة وتسعين واحد مستقلين شعب الجمهوري خمسين الوافق خلي بالك بعدي لك الاحزاب عندك 12 حزب 12 حزب والسنين في البرلمان الجاي رقم كبير جدا بالمناسبة اصر الناس شكرة خلاص ما عمديش ما عمديش واصر جابوا يا سيدي انا موجود تمثيل حزبي موجود ما عندي موجود عندي احزاب النهاردة احزاب ما كانتش اصل موجودة في البرلمانات ما كانتش بتبقى موجودة اللي حزب والاتنين او تلاتة ما كانش عندي كده النهاردة ادي عندك اهو ادي مستقلين كتلة كبيرة جدا ودي ناس مخضرامة بالمناسبة المستقلين دول ناس مخضرامين يعني البرلمان قبل كده وشغالين شعب جمهوري خمسين الوافد خمسة وعشرين حزب الوافد حزب الوافد حمات وطن تلاتة وعشرين مصر الحديثة تلاتة اصداد ما تحسبوش على انهم اتبع مستقبل وطن دي احزاب منفصلة مستقبل وطن حتى لو كانوا نزلوا معهم في قائمة وطنية بس وقف البرلمان لوحده مش حزب مستقبل وطن يقول له شمالي شمالي مين مين لا دي حزب مستقل عنده رئيس حزبه ناب رئيس حزبه عنده اعضاء دي كوادر موجودة حتى لو كان انا بقول لك بريكه حمات وطن والوافد هو الاستاذ بها ابو الشوق هياخده تعليمات لا ده حزب مستقل الرئيس بها ابو الشوق وكيل مجلس الشيوخ مصر الحديثة حزب مستقل ليوم تلاتاشر عضو او نائب لصاحه التنمية محمد انور السادات عنده تسعة محمد انور السادات حتى هيقول له اعمل شمال ويمين ازاي يعني معروف محمد انور السادات وحزبه هيبوا ايه في البرلمان مش هيسقف يعني المؤتمر مش هيسقفه المؤتمر كمان عندهم تسعة تمانية المصر الديمقراطي المصر الديمقراطي هيسقفه مصر الديمقراطي كان في اقصر زي منقول كده يعني الوسط او اليمين يعني او اليسار بمعنى الاصاح هيسقف مش هيسقفه سبعة الحرية حزب دكتور صلاح حصاب الله والدكتور صلاح ما انجحش فحزب موجود ليه سبعة النور النور هيقول على كل حاجة ما احنا عارفين النور سبعة هوا موجودين لحزب النور يعني حتى الطيار الطيار الاسلامي موجود مش يعني كله موجود بما فيه مطيار الاسلام حزب النور اهو موجود سبعة تجمع التجمع اليسار والوطنية المصرية لكن يهميني ايه على الارضية وطنية معارض وانا مش عايز معارضة انا عايزين معارضة مش عايز صوت واحد على فكرة مش عايز صوت واحد في اي حاجة لا في اعلام ولا في جرائد ولا في الشيوخ ولا في نواب انا عايز معارضة عايز معارضة وطنية هو ايه لي ضر البلد انا مئة مليون هو ايه لي دايقني يعني ما يبقى عندي معارضة ما لازم تبقى المعارضة موجودة مفيش حياة سياسية بدون معارضة مفيش نجاح لأي دولة بدون معارضة انما كله امين امين مش هيبقى مش هتمشي لا هو الميزة ايه النهاردة ان انا عندي اصوات معارضة 47% داخل مجلس النواب معارضة ما هو مش تابع مستقبل وطن هيبقى معارض عندي خلاص 53% مستقبل وطن الباقي كل اللي بقول لك ده معارض لمستقبل مش لازم يبقى ماشي مع رأي مستقبل وطن وده امر يحسب زي ما بقول لك ايوة انا بقول لك اهو هتشوف ده عمليا في البرلمان هتشوفه عمليا الكلام لما نقول لك النهاردة سجلهولي سجله وطلعلي فيه في البرلمان لما يبدأ البرلمان شوف شكل البرلمان اللي جاي لازم يبقى عندي ناس بتعارض هو كل حاجة بتتعمل صح لا مش كل حاجة صح يتكلموا ويقولوا ويقولوا رأيهم يعبر عن الناس عندي كمان رادة جيل ليهم اتنين العدل ليه اتنين والعدل ده كان موجود قبل كده لو كان قبل كده كان يمكن ايام برلمان الاخوان مثلا كانوا موجودين اعتقد كان منهم واحد او اتنين لكن كان ممثل فالنهاردة عندي كل احزاب معادة مين فيش حاجة اسمها تنظيم اخواني ارهابي اي احزاب مدنية على ارض الوطنية معارضة اهلا وسهلا وده ايضا دي روح البلد والبلد بتعمل ده دلوقتي الاعلام لازم يقف فيه معارضة اصوات تاني يعني الصحافة مقالات وكتاب ونق تاني لازم يقف عندي ده زي ما عندي حاسية مزيتها ايه عندي رأيين واحد وواحد هو ده ده اللي احنا بس ايه المعارض يعني هو كل حاجة بتعارض لا مش لازم كل حاجة بعارض مش لازم بس المهم الارضية الوطنية ونقبل هذه المعارضة على الارضية الوطنية وانا عندي ناس من نواب نجحوا معارضة كنت سعيد جدا انهم مننجحوا صراحة ليه بيعارض في المجلس انا عايزه يبقى موجود ضياء داود مثلا وغيره محمد عبدالعليم مثلا بدي بعض الاسماء اللي انا فاكرها يعني شرقاوي مثلا ايه احمد شرقاوي ناس كتير نجحوا معارضة بس ايه على ارضية وطنية يشوت ما يشوت ايه اللي ده يقني ما يشوت يا سيدي ما عندي خمسمائة مثلا الربعمية ولا تلتمية مش هشوته عندي غيره يشوت عشرة مية ميتين تلتمية ما يشوت هيدايقني في ايه ما يدايقنيش خالص دي انا عندي تلاتة وتسعين مستقل اللي هتبع احزاب مستقلين اكبر كتلة بعد الاغلبية يعني اكبر حاجة عندي الاغلبية خلاص تلاتة وتسعين في المية المستقلين دول نسبتهم كام ستاشر في المية ده دول اصوات مش عايز اقولك اصو دول طبعا دول لا هزب ولا تبع حد ولا غيره كتلة كبيرة جدا كتلة كبيرة تلاتة وتسعين ستة مستقل ودول بالمناسبة معظمهم اللي هم مخضرمين يعني دول اللي هم ايه كانوا نواب قبل كده اوليهم حاجات قبل كده فدول هيبقى لهم كمان حضور قوي ومشراكة كبيرة دول مش مع يلا هنا او هنا لا فهتلاقي برلمان تاني بقول لحضورك اهو جايز بعض الناس لها ارى انا معاك انا معاك وانا هقولك لا ايوه رأيك صح انا معاك بس احنا يحسب لهذا الوطن وهذا الشعب انك عملت برلمان رغم كورونا ورغم الظروف ورغم الدنيا والحاجات كده عملنا البرلمان باي عدد نزل شارك اللي اعلنته لهذه الوطن انتخابات متشكرين مش راضيك اه مش راضيك ولكن خلاص عندي برلمان مستمرة معاك خمس سنوات فالبرلمان ده اللي هيعبر عنك في بعض النواب منك حوش اه في ناس منك حتش ده في بتاع فيه يمكن فوق تلتمية نائب كانوا نواب منك حوش في عندي اكتر يمكن تلتمية تلتمية وخمسين واحد من المجلس الحالي اللي هو خلص النهاردة خلاص خلص خلاص المجلس فيه منهم اكتر تلتمية واحد منك حوش مش موجودين معاه في البرلمان الجديد انت بتخيل الرقم المؤيد كتير 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 كم ده تمانية وتسعين في المية منهم كانوا بيقيدوا الدولة يعني كانوا مع الدولة اه تمانية وتسعين في المية اتنين في المية معارضة كانوا معارضة فهو معاك شوف تمانية وتسعين في المية اللي كانوا مع البلد معدوش منك حوش انتخابات هتعمل ايه هنعمل ايه في الانتخابات في ناس اقال لك وقال لك اقول يا سيدي لو عندك روح للمحكمة انا بقول لك اهو عندك اي حاجة روح للمحكمة بحدش يمنعك بالمناسبة روح لقضاء اطعن وقول له سيادة قاضي انا والله في الدائرة بتاعتي الصوات كانت كذا وبيت كذا